سوف نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد ضبط الوضع الضاكن على هاتفكم سامسونج. نقوم بالضغط هنا على ضبط اليدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الشاشة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط الوضع الداكن. وهنا سنقوم بإيجاد معلومات ضبط الوضع الداكن. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديوهات القادمة. ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.